لا يترك قادة ميليشيا الحجد فرصة لتجدد ولائهم لإيران وانتمائهم لها إلا وتلقفوها كيف لا وقد أصبحوا بفضلها المتحكمين بالعراق سياسيا وعسكريا بعد قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي تسوية أوضاع رواتبهم ودمجهم بالجيش الحكومي في كل ساحة في دائي قاتل وبالفعل جدد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد القول بأن إيران هي الشرك الأول لانتصار العراق على تنظيم الدولة وأكد المهندس أن المستشارين العسكريين والأسلحة التي قدمتها طهران لميشي الحجد حالت دون سقوط الحكومة في بغداد كل هذا الدعم لم يكن فقط بحسب المهندس من أجل التغلب على تنظيم الدولة بل لمنع حدوث الانقسام والحرب المذهبية في العراق بالمقابل أعلى سلطة في إيران علي خامنئي أشار إلى أن وجود قوات بلاده في العراق شأن إيراني بحت ولا تعتزم التفاوض فيه وسار على نهجه قبل مستشاره محسر رضائي الذي أعلن بأن التفكير بخروج إيران من العراق وسوريا وهم لا سيما بعد تأكيد مقتل ألفين ومائة عنصر من القوات الإيرانية على الأقل في العراق وسوريا خلال سبع سنوات من تدخلها العسكري وهي تصريحات جهد حيدر العبادي بالمقابل لنفيها مراراً والتبرؤ منها بكونها دليلاً على تمدد إيران في العراق وفقدان سيادته قرار طهران الأخير بعدم الخروج من العراق لم يأتي اعتباطاً بعد نجاحها بشكل أو بآخر تحويل ميليشي الحجد في العراق إلى حرس ثوري آخر حيث وجدت من إعلان حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة فرصة ذهبية لتمرير قرار دمج الحجد بالجيش وتسوية أوضاعه لتصل إلى مرتبات ودعم الجيش النظامي خطوة تعني عملياً اختطاف العراق لصالح إيران بشكل كامل سياسياً وعسكرياً وإحكام القبضة الأمنية على هيكل الجيش ومؤسساته فكأن إيران هي التي أصبحت على حدود دول الخليج العربي